السلام عليكم يا شباب في الدرس الثالث من كرس الـ Software Engineering اليوم سنتحدث عن الـ Software and Systems Diversity أهلا بكم السلام عليكم يا شباب يرابوا تكونوا بخير معك وعين محمد في حلقة جديدة من خمسة برمجة النهاردة عندنا الترس الثالث من كرس الـ Software Engineering والنهاردة بالترتيب كده زي ما احنا ماشيين في الكتاب هنتكلم على الـ Software Diversity يعني ايه هي التقاسمات بتاعت الـ Systems أو التصنيفات بتاعت اي System او اي Application انت هتتعامل معه في الـ Software عامتا حيندارك تحت السبع تصنيفات او الـ 8 تصنيفات اللي احنا اقولهم وما فيه اكتر طبعا بس يعني ايه تعتبر بعد كده تصنيفات فرعية حلو بس تعال نعمل ركاب سريع عن الحياة اللي قلناها في الدرس الاول والتاني وانا قلت الدرس الاول كنا اتكلمنا عن Software Products وقلنا تكلفة Software بتتعمل معها ازاي وتكلفة الصيانة وتكلفة الصناعة وبعد كده اتكلمنا عن Software Products بصفة عامة وقلنا ان Software Products تتاسم الى Generic Products و Customized Products وقلنا الـ Functional Requirements بتاخدن هنا بطلق ازاي وبالـ Functional Requirements انها هتنانية بتاخدن هنا ازاي ولكن انت عندك اي Application او اي فكرة عايز تعملها لازم تصنفها من الاول ايا كانت هي Generic Products ولا Customized Products لانتعرف تحدد التكلفة ويعني اعرف الفلوس اللي معك ما تخلص بسرعة او مع العميل بتاعك برضو ما تخلص بسرعة طيب النهاردة بقى ندخل على Software Diversity بس يعني ريت قبل ما نبدأ تعمل لايك بالنسبة للقناة بفعل جرس تنبيهات وعايزك تكتب لي حياة مهمة جدا في الكومنتات وهي بعد ما خلق سلسلة دي عايزين سلاسل ايه تانية عند الوقت Software Engineering زي ما نقطع خلصها 15 و 20 يوم بالضبط بعد كده ندخل في سلسلة ايه؟ ياريت تكتبو لي تحت في الكومنتات ومن غير كلام كتير يلا ندخل على الـ Diversity طيب حلوة او دلوعد احنا عندنا اول System معانا واول تصنيف معانا هو Standalone Application يعني ايه Standalone Application من اسمها كده هو الـ Application اللي بيشتغل لواحده ويعتبر طرف واحد يعني ايه برده؟ عارف الكشاف اللي بتاعك؟ برنامج الكشاف، يعتبر Standalone Application من اول الكشاف لحد الـ Photoshop اللي في الكمبيوتر بتاعك يعتبر Standalone Application اي Application انت بس اللي بتتعامل معاه انت الطرف الوحيد اللي بتتعامل معه انت الطرف الوحيد اللي بتتعامل معه يعني فيش انتراكشن ما بين طرفين هلو والمبكيشن هو بيوصل بناتكم ده اللي هنعرفه في التصنيف اللي جاي ولكن التصنيف ده اي حاجة تعتبر Standalone Application بكل بساطة يعرف انه هو انت الظرف الواحد اللي فيه Photoshop, Excel البرنامج الكشاف اي لعبة برضه تتلعبها على التليفون تعتبر Standalone Application وتنترك تحت تصنيف تاني اللي هو السيستم الترفيهي Standalone Application يتعتبر نسبة الاخطاء اللي فيها ضعيفة جدا ما بيصالش فيه اخطاء كتير تنظرا لقلة الاطراف اللي متعاملة فيها والحاجة التانية المتميزة فيها وهي فكرة الصناعة عزت نفسها مش لازم نشتغل يعني مش لازم ناخد وقت تطوير جدا في التطوير ممكن نشتغل اجايل ونطلع المنتج بتاعنا بسرعة لان الاخطاء حتى لو ظهرت عشان كده حتى الاخطاء لو ظهرت فهي تكلفة تسطيح الاخطاء دي بتبقى قليلة نفني في التاني اللي معانا وهو Interactive Transaction Based Application دي بكل بساطة اي Application فيه اكتر من طرف يعتبر Interactive Transaction يعني بكل بساطة فيه تبادل معلومات بين طرفين حيين انا بعمل request وبستنى بس ال response ده بيجي من بيجي من شخص تاني طب عايزين امثلة عن Interactive Transaction Application كل حاجة امازون اوبر اوطلوب الفيسبوك بكل تأكيد اندرك تحت Interactive Transaction تمام؟ اي تطبيق فيه اكتر من طرف وال request وال response بيبقى based على الطرف التاني يتفاعل مع ال application ده يعتبر تطبيق تفاعلي حلو اي بقى system او تطبيق تفاعلي من الحاجات دي كلها بيبقى فيه مشاكل كتيرة ونفعش فيه تطبيق بالاجايل او ينفع الادارة بالاجايل ولكن لكن صناعة عزت نفسها اجايل لوحدها مش هتكفي لازم بيقى فيه اوتر فول عشان نقدر نوصل لمرحلة معينة من الثبات اللي تقدر لما يحصل مشكلة فاكر الدرس اللي فات عشان لما يحصل مشكلة بعدين الحل بتاحها يبقى سهله بسرعة من غير ما تكلف فلوس كتير وقت كتير في الصيانة طبعا فلوس وقت لا هي كل بساطة نتكلف وقت كتير في الصيانة الوقت معناه فلوس حلو؟ ابقى ده التطبيقات التفاعلية النوع الثاني من انواع اول حاجة النوع التالت بقى بكل بساطة هو اي سيستم او اي بيبقى فيه بيشتغل على على يعني مثلا التلاجة الزكية اللي عندك في البيت او السخان او العربية بتاعتك دي كلها يطور عايزك تجري حالا بس لها بعد الفيديو ما تشعروا بشي دي الوقت يعني بعد ما تخلص الفيديو دا عيزك تروح تشوف حالة 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 اللي هو اتكلمت فيها عن موضوع بتفصيل افضل وبطارية افضل شوية وهنا هندخل فرق زيادة بسيط كده وما يهملش او الموضل بتاع التطوير ايا كان اجائل ولا اوتر فول وما يهملش او الموضل بتاع الصيانة في اللحظة دي ولكن هيدخل معنا عامل جديد هو لازم انت تعمل ما بين الصوفت وير اللي هتشغله والهارد وير هتشتغل بقليل تكنولوجيا هتشتغل بقليل تمام؟ بقى دلوقتي دخل معنا الهارد وير في الحسابات لما انت كنت تشغال في او ما كانش موضوع الهارد وير ده مؤثر معنا قوي يعني انا بعمل التطوير ما هيمنش هشتغل عن اي جهاز بالزبط بس في الانبيت كنترول سيستم لازم اعامل الصوفت وير اللي انا هعمله ده هشتغل على تلاجئ فقط يعني السيستم بتاع التلاجئ ما يفعلش يشتغل على سخان او السيستم بتاع العربية ما يفعلش يشتغل على السكوتر السمارت ده اللي انا نفس اجيبه بس يعني ما بشتغلش هنا فنصر المهم هي ده الفكرة ما قالت معنا وهو النوع الرابع بقى وعايتك تركز معنا شوية النوع الرابع بقى وهنا لازم تحب ان تكون باتش بنيعناها بتاعتك اللي انت عملته في اول فيديو النوع الرابع وهو دي بكل بساطة اللي بيبقى فيها موضوع الحاساسية يعني ايه موضوع حاسية موضوع حاسية بيبقى في الصفة عامة طيب افضل حاجة توضح الموضوع ده بالتفصيل وهو الامثلة عدي لك مثال واحد يوضح لك الفكرة دي قبل كده هل انت عملت تحويل بنكي اكيد عملت تحويل بنك في يوم من ايام التحويل البنكي بتاعك ده ما جالك انه لازم ياخد خمسة ايام ووركينج ده رسالت الوقت ساعة بتوصل في ثانية ثانية ايه ملي ساكند ليه بقى تحويل البنكي ياخد ده الوقت ده كله خمسة ايام كاملين لان بكل بساطة ما يفعش يحولوا كله تحويل لوحده هم بيجمعوا كل التحويلات في تاريخ ووقت معين بتبقى مثلا تحويلات بدعة ثلاث اربح ايام في الباتش واحدة وتتبعد تتعمل لها تمام وبعد كده تروح للبنكي تاني طبعا عشان التحويل البداعكي تاني بيسمع في اكتر من مكان في نفس الوقت يعني بيسمع فيه مثلا البنكي المركزي بتاع الدولة نفسها بيسمع فيه مشو عارف فيه عشان لو فينا سابتراية وفودة تخصم ووابا كل الكلام ده الكلام ده كله مينفعش يدعمل لكل تحويل لوحده لازم تتجمع كل التحويلات دي مثلا في الساعة 12 بيبقى عندهما حادثين وقت معين طبعا الوقت ده بيبقى كليصفاء جدا سري جدا عشان هاجمات الاختراك والكلام ده كله بيبقى بيتم معالجات كل التحويلات اللي حصلت في اليوم ده حلو؟ بيتم معالجاتها ككتلة واحدة باتش واحدة باتش بيتم معالاتها كلها مرة واحدة وبعد كده بيرجع تقول لك والله انا خلاص عملت التحويل بتاعك يلا قول ابعت رسالة للناس والهم بتحويلات بتاعتكم وصلت بيتم تتعامل مع الحاجات اللي فيها حساسية كبيرة ايا كان بقى من حجوزات الطيران اللي بيقول لك ان اكد لك على الحاجز الثاني يوم او تحويلات البنكيان اللي بيقول لك التحويل هياخد خمس ايام في التحويل برغم من انها ممكن ما تبقاش فيها التعقيد الكبير ولكن هي يعني السيستم ذات نفسه شكال بفايرولز كتيرة جدا جدا حلو يعني قواعد صارمة ما ينفعش تكسر ما ينفعش نقعد نطور فيها ونبتن نفتكس حاجات ونشعر فيها الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحاول عمل التحويل السريع والكلام ده كله هو الكريبتو تمام الكريبتو فعلا انت ممكن تحول بميلي ساكن كده فعلا زير ساتر واتساب بالزبط عشان هي هسان كل سفايت اوريديوم بيعمل لها هي فيها سرية كبيرة اما ترمى الفلوز عادية لازم ببتش بوسيسيند سيستم حلو الموضوع ده في تفصيل اكتر لو انتم عايزين تكلم عليه قولولي في الكوميتات وممكن نعمله حلقة بالتفصيل الممل اللي هو سيستمز بتاع البنوك النوع الخامس اللي معنا وهو انترتيمند سيستمز الانظيمة الطرفيهية يا رب بقلت كلمة انترتيمند دي صح المهم ينفع تبقى استاندالون ابليكيشن وينفع تبقى انتر اكتيف ترانزكشن بيزد ابليكيشن وينفع تبقى استاندالون ابليكيشن الالعاب اللي انت بتلعبها لوحدك من اول لعبة سيلي متعبان الانتراكتيف تنزاكشن ابليكيشن بكل بساطة زي اليوتيوب تخيل يعتبر برضو انظام طرفيه اليوتيوب ده تمام او مسلا كل الالعاب الاولاين تعتبر سيستم طرفيه الحاجات الانبديد زي الالعاب اللي انت بتروح بقى تركف في اللعبة زيات نفسها مثلا في المول او بتاع الالعاب اللي انت بتبقى بدار بالنور مش عارف ايه وحياة بتدريعيات كده والكلام ده كله ده يعتبر برضو انبديد اه انترتيمنت سيستم وتحتبر برضو انبديد كنترول سيستم حلو؟ ليه بقى احنا دلوقتي ده ما اجينا تصنيفين مع بعض بكل بساطة لان السرعة فيها مهمة جدا على عكس كان مش مهمة السرعة طوال تسعة ايام في التحويل ولكن سرية هنا سرية ملاش قيمة اوي تقريبا يعني عشان كده الداة مش مهمة اوي عشان ده كده ولا كده هو نظام طرفيه في الاول وفي الاخر بس السرعة مهمة مهمة جدا يعني عندنا مهم جدا جدا التفاعل السريع مهم جدا جدا ولكن السرية مش بهذه الاهمية على فكرة ام اعرفش انا بلاي حس ان معظم سيستمز اللي حم نتكلم فيها برضو بلاي نرسينا بنخبط في الثلاث عوامل اللي اتكلمنا اليوم في حلقة بتاعت سيبر سيكوريتي كومبتشناليتي وانتكريبتي وافيلابيريتي مش عارف ليه دايما بخبط في الثلاث حاجات ده رأعته الانظمة اللي معانا بعد كده وهي المودلينج والسيميوليشنز المودلينج والسيميوليشنز دي هي احنا نتكلم عليها بالتفصيل في الشابط الرابع بس اقول لكم قصة كده سريعة بص لما تيجي تعمل اي بزنس تمام اي بزنس ستعمله بيقولك البزنس بتاعك ده لازم تصنفه تصنيفين يا اما حاجة اسمها بي تو سي اللي هو بيزنس كاستمر اللي هو انت البزنس وبتدي للعميل بتاعك ده يعتبر اي نوع من انواع التصنيفات اللي فوق تعتبر ان انفع الموضوع ده اما بقى لما تقول بي تو بي تمام اللي هو بيزنس تو بيزنس يعني انت بيزنس بتدي يعني مثلا انت شركة بتصنع مواطير عربيات هل انت ببيع المواطير دي المستخدمين على طول لا انت بتبيحها لشركة التجميع العربيات أما العربية او تبيعها بعد كده لالعميل تمامي بيبقى انت بيزنس تو بيزنس بي تو بي الموديلينج والسيميليشن يعتبروا نوعا ما بي تو بي مش بي تو سي البي تو بي انت تتعامل مع حد متخصص في نفس المجال بتاعك فانت غالبا مش هتبقى محتاج تفصل اوي في كل حاجة هتبقى مهتم بالجانب التقني اكتر من الجانب بتاع تجربة المستخدم تمام؟ اعتقد الدنيا بدا التوضح هنالك التفصيل بالتفصيل في الشابتر الرابع اللي عاملين نتكلم بقى ايه عن الكاستومايز برودكت ونجي ناخد الريق فانشور رجوائم وده بكل بساطة اللي مهتمة بدراسة البيانات حديثة منسبيا يعني ما نكملش في السوق فترة طويلة طب اقول فترة طويلة ما نكملش خمسايا بسطر سنة المهم بدلوقتي طبعا ببقى حاجة كتيرة جدا جدا دلوقتي طبعا بايثون هي اللي متربعة على العرش المجال ده بكل تأكيد فاهم حاجة عدنا في بكل بساطة الدقة بتاعة الحسابات تبقى صح وهو تنفع طبعا تشتغل كستاندار نوكيشن تمام؟ دي سبع تصنيفات اي سيستم سيتشوفو هتلاقيه بيندرج تحت التصنيفات دي ممكن تلاقي سيستم بيندرج تحت التلاتة من التصنيفات دي او بيندرج تحت واحد او تحت اتنين او تحت تلاتة التصنيفات دي مهمة جدا ليه لان لما نيجي بعدين نتكلم على الصناعة والصيانة لازم اقوم بمعايا التصنيف بتاع الSystem لاننا شغال فيه من الاول تمام؟ ركز معايا فى النقطة ده او وتعال نعمل ركاب سريع على السبع تصنيفات بتاعتنا اول حيات تكلمنا علي وبعد كده تتكلمنا علي وبعد كده تتكلمنا علي وه��endra وكلمنا بعديها عن وبعد كده اتكلمنا عن وبعد كده اتكلمنا على حلو واخر حقيقة الايه حلو ودولة السبع تطنيفات اللي احنا اتكلمنا عليهم يا رب اجلونوا فيديو وفيديو ولو كان استفدت من الفيديو ده باي طريقة ان كانت اعمل لايك فيديو اصبحت قرار بالقناة وفعل كرسة انبيه هذا اشوفكم فيديو الجاي وسلام عليكم والحيب اعبوكم احبوكم احبوكم